بعت حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق عبر فيها سموه رعاه الله عن بالغ سروره بالتجمع الرياضي الأخوي الذي جمع الأشقاء والمشاركين في دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة الفيحاء في جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من السادس وحتى التاسع عشر من يناير من عام الفين وثلاثة وعشرين كما أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تهنيه لفخامته بنجاح افتتاح دورة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين مقدرا سموه حفظه الله الاستعدادات والإمكانيات الكبيرة والمتميزة والعالية التي وفرها الأشقاء في جمهورية العراق لهذا الحدث الخليجي الرياضي ومشيدا باللوحات الفنية الرفيعة التي تعبر عن تاريخ العراق العريق واللوحات الفنية الأخرى التي أضفت روح المحبة والبهجة والسرور على المتابعين داخل جمهورية العراق وخارجها ونالت أعجابهم والتي تخللت حفل الافتتاح وعاكست الوجه الحضاري المرموقة للبلد الشقيق متمنيا سموه رعاه الله كل التوفيق لكافة المنتخبات المشاركة في هذا العرس الخليجي وللجهات القائمة على الإعداد لهذه الدورة التوفيق والسداد لتحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على فخامته منفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار